اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وازاي فيلر استفاد من المرحلة دي واحد وخمسين يوم ببراوط دية وحيدة ومعسكر البعض وصف له معسكر ترفيهي كمان وهو كان اقرب ما يكون هو بالتأكيد انا متفق معك اولا في ان فيلر بيقدم يعني لك مختلف تماما للمدربين سواء اولا هو لما تم التعاقد معاه او لما النادي الاهلي اعلن ان هو يتعاقد مع فيلر ناس كتير ويمكن مش حنكر ان انا كنت واحد منهم كنت متخوف من التعاقد معاه بصراحة انا بتكلم بمنتهى الصراحة اوه انا ناس كتير اوي اه لا انا بعترف هو الجديد ان انا بعترف ان انا كنت بس اقتنعته مباشرة بمجرد مشاهدته وطريقة اداءه وطريقة تعامله مع الفرقة وازاي هو قدر على طول ان هو يدخل في صلب الموضوع اه وده برضو يدي اشارة الى ان هو كان مدرب مدرب قوي بلا شك لانه اه اه كل التخوفات دي هو ازالها يمكن لو نتذكر او تأكدت مع اول لقاء قمة كان هو لسه جايب قالوا قد ايه مفيش مكملش فرقة صغيرة حوالي اسبوع بالزبع عشر ايام ومع ذلك يعني انا حتى قلت يوميا انه اللي هيفرض وجوده في مباراة القمة اه حياخد الدفع دفع كبيرة جدا ويستريح كتير جدا هو صح ليه لانه الانتصارات الفوز بيهدي الاجواء بالذات لو دربي او كلاسيكو كمان طبعا انت بتلعب يعني اللي هي المباراة الاكبر القمة فلما تكسبها طبعا يمكن ميتشو الناس واخدى فكرة عنه اكتر من خلال متابعتنا له في القارة الافريقية فكان فيه ثقة بانه هو اللي هيبقى الافضل سبحان الله الدنيا بدأت بالعكس تماما يعني يعني فايلر عكس هذه الصورة بنسبة 100% وكان الفوز فيه اللقاء القمة وخد الدفعة فانا بقول الفوز بيهدي الاجواء غير ان هو ممكن لو واحد مدرب حتى كويس هفترض ان المدرب كويس جدا لو بداياته متعسرة مش هعرف اشتغل لانه يبقى محط بتساؤلات كتير واستفامات وضغوط والناس بتقوله ايه اللي حصل طب كذا كل الدوشة اللي حواليه دي 100% بتأثر على شغله وبالتالي انا شايف ان فايلر بيقدم حاجات جديدة لدرجة انه رغم عدد المباريات الالي اللي هو بيقود فيه النادي الاهلي لانه هو بدأ يدي ثقة عند جمهور الاهلي انه فيه منو الجزي جديد مع النادي الاهلي يعني يعني مبكرا جدا وانه هو ممكن يبقى مدرب صاحب بصمة مع فرقة النادي الاهلي وانا يعني مع الوقت بتريدت اتأكد من ده ويمكن زي ما انت قلت انه بعد 50 يوم ولا 40 يوم من الراحة انت متوقع ان احنا كلنا كنا متوقعين ان توقف الدوري هيبقى ضد الاهلي الكل اهل كده اه لان الاهلي كان الكيرف بتاعه عليك الكل هستفيدوا الاهلي هو لا هيتضرر بالزبط الكيرف بتاع الاهلي كان طالع وكان الانتصارات متتالية فبالتالي انك توقف فهي بقى من عند ربنا برضو النيات صفية لان الاهلي كان ايه يعني ظلم في ان الدوري يتوقف دخل في موضوعه مش بتاعه ودخل في موضوع مش بتاعه والدنيا وكل حاجة مش يتعكس ما هو عايز رغم انه هو الاصح او رغم انه هو موقفه السليم فمن هذا ارجع اقولك بقى انه المفاجأة الحلوة قوي ان الاهلي يرجع بعد هذا التوقف وكأنه يعني ده 100% برضو ما اعتقدش انه بيجي اعتباطا يعني 100% فيه يعني الترتيبات معينة عملها المدير الفني والجهاز المعاون له وحتى الرحلة اللي كانت ترفيهية قد تكون مطلوبة اه بل انه انت ممكن تبقى داخل امتحان صعب جدا وليلة اللي متحان تخرج تروح الثانية مثلا فده مطلوب برضو اه اه يعني مش يعني دايما يقولك لما بتستعد بالحاجة اه قوية اه اه يعني لا متذكرش متذكرش اكتر من اللازم لازم مخك ده يتنفس فده ممكن يكون فكره وممكن يكون انا ب يعني انا معرفش هو بيعمل ايه بس انا بقول انه هو اكيد مدرب فاهم و ومتحضر وواعي ونفسي ونفسي وده مهم جدا لان انت مش بتتعامل مع مكان انت بتتعاملش مع قلات يعني ف اه ظهور طبعا الفريق في المباراة الاولى بعد التوقف امام الجونة اه وتقلق منقطع النظير لاغلب اللاعبين وعلى رأسهم وليد سليمان اللي احرز ثلاث اهداف من ثلاث اماكن مختلفة يحتاجوا مهارات مختلفة واللي ما كانش انصر اساسي في اول ثلاثة وقت دوري مع ريني فيلر بالزبط لكن مع ذلك اه تم تجهيزه ورجعوا بعين اصلا عندك انت اللاعيب لما يبقى لعيب اه سهل انك ترجعه يعني يعني انما لو هو مش لعيب او هو ما عندوش فكرة بمواصفات وليد سهل جدا طبعا لا وليد لعيب مهاري كمان بس شوف هو كمان انه هو يحرز ثلاث اهداف من ثلاث مواقف مختلفة تزديدة ومتابعة مركز جديد وبالرأس التالت الهدف تالت يعني انا بالزبط بالزبط في مكان صعب جدا في متابعة لكرة ممكن تكون اصدت من الحارس فده ده معناه طبعا انه اه عندك حسين الشحات كمان برضو بيواصل التقلق هو صاحب الهدف الرابع لكن انا بتكلم عموما على الاداء في شكل ده الهدف الرابع ده الواحده بالزبط اللي عمل الباص وليد اظهر الفرود من اللاحة اليومنا واللي كان مختلف من العمق يعني حسين الشحات بالزبط حتى تبادل المركز يعني اللعبة حتى مش هتكلم فنيا التركيز داخل الملعب لغاية دي تسعين فيقة مركزة ما هو ده كمان نقطة مهمة جدا لأول مرة من فترة ان نسمع صوت الجمهور صوت الجمهور معرفش في المباراة دي ولا انا كنت سادد وداني قبل كده لا هي في الجنة بس الجنة دي طبعا خاصة يعني انا تمنى الدورة كله يبقى زي الجنة والله يعني فعلا صوت الجمهور يخليك وانت قاعد بتتفرج على التلفزيون انت مستمتع صح لانه انت شايف اللعيبة كمان تؤثر وتتأثر يعني بتأثر في الجمهور وتتأثر بتشجيع الجمهور فصورة مختلفة قطعا هي حتى الصورة عدد جماهير يعني لا عدد لبس بيه يعني بصراحة انا شايف برضو ان ده احد الاسباب اللي خلت لعيبة الاهلي تبدع تبدع اكتر يعني يعني ممكن جدا لو ما فيش الجماهير دي يعني عادي انت عايز تكسب وحتكسب وخلاص لكن اعجاب الجمهور اهات الجماهير ده ده بيعمل انا في رأيي بيعمل مفعول السحر وبعدين على قد ما هو بيعمل مفعول السحر في اللعيبة فاللعيبة بتتأثر بيه فبتروح رده الجميل للجماهير مرة اخرى ففيه حاجة يعني مختلفة هو فعلا كان في المباراة حتى كان فيه حالي تسجال ما بين اللعيبة والجمهور يعني الكمل يند على وليد سليمان يند على حسين الشحاد حتى بقول اللعيبة لما تنزل الاحماء تسمع حد بين ده عليه هي الكرة بقى كده زي الفنان اللي بيطلع على المسرح بالزبط هي الكرة كده اذا عشان كده بقولك هو تأثير متبادل متقدرش تقول مين اللي كان احسن هل الجمهور ولا اللعيبة لا اللعيبة كانوا كويسين فالجمهور تجاوب معاهم فقد انطباع كويس عند اللعيبة فزادوا من التقلق وهكذا يعني يعني تحس انه فيه مباراة كرة قدم حقيقية رائعة فعلا يعني اكيد طيب المكسب امبارح كمان مش المكسب الفي لا فكرة تبادل المراكز اللي عملها فيلر مع العيبة امبارح شفنا افشا وشفنا حسين الشحات وعجيه ووليد سليمان الاربعة مع عمر السلية في مركز الارتكاز لوحده وقدامهم كمان ومروان محسن فانت بتكلم في طريقة لعب غير الشكل اللي انت بدأت بالموسم انا بقى معرفش بحس مع الراجل ده في مبارياته انه اللعيبة عندها حرية اكتر وسقة اكتر كان عندها كتير بس لكراشلين حد يطلع ده منهم حسن ممكن تعليمات المدرب بالالتزام احيانا الالتزام ده بيخنق يعني بيكون لعيب عنده امكانيات وما بيقدرش يطلعها لانه عنده تعليمات الاول من المدرب انه هو يلتزم بواجبات مركزه مظبوط اه انا معاك ان الالتزام بواجبات المراكز جزء اساسي بس هنا احنا بنناقش قضية ايه طب لو اللعيب قايم بواجبات مركزه بس هو شايف انه يقدر يعمل حاجة اضافية ويرجع تاني يؤدي عمله الاساسي او مركزه الاساسي فانا شايف انه اه المسألة دي برضه جاية من روح المدرب نفسه يعني هو اللي مشجع اللعيب على كده او هو اللي مديه هم المساحة اه المساحة الكده وده مهم جدا طالما انت مش بتأثر كلاعب في مركزك الاساسي فمن حقك ان انت تتقدم يعني مثلا حتى قلبي الدفاع لما حد فيهم يتقدم هو عارف انه هو بيتقدم فيه واحد تاني موجود وفيه لعب تاني بيغطي مكانه فالمسألة دي اللي هي انه المراكز يعني مثلا بتشوف كمان علي معلول هو زهير ايسر ممكن ينتقل في بعض الضربات الحرة والفولات الى الجهة اليومنا استغلالا لانه بيلعب برجله اليسرى فده برضه كله داخل في اطار انه الفريق بيلعب بفكر مختلف فكر جديد يعني اكيد طيب اهمية هذا المقصب بقى على مباراة النجم الساحلي لان هو برضه في جزئة دارية اخد رأي حداتك فيها لان انبارح كابتن سيد لفت الانتباه الجميع لهذا الموضوع قال تغيير المباراة من وادي ديجلة للجونة بالنسبة لفريق الاهلي عمل تغيير في ترتيبات رحلة الصفر لو هلعب ديجلة هلعبه في القاهرة لعبته الجونة لعبته في الغرداء طب بين مطش الجونة ومطش النجم الساحلي ثلاثة ايام يبقى لازم يسافر من الغرداء فعمل ترتيبات رحلته حتى القايمة اللي ضمها يطلع من الجونة على طول دا اللي حصل شايف برضه الجزء الاداري دا الفريق يشتغل عليه ازاي مع اهمية هذا المكسب قبل مباراة النجم لا دا مهم طبعا ان انت صحيج القايرة يعمل ايه هو خلاص لو يقدر يتوجه مباشرة من الجونة الى مكان الى مسافر الى سوسة تحت تونس المطشف في الفرادس الى العاصمة التونسية فيتوجه مباشرة فده شيء انا شايف انه الادارة برضه لما بيكون اصلي مدير الكرة دا مش مجرد منصب اداري هو اداري وهو صاحب تجارب في هذا المجال مصبور فهو بيبقى فاهم وعارف اه مواقف هو تحط فيها قبل كده كلاعب فبيبقى حاسس باللعيبة وحاسس بمدى اهمية انه هو الادارة الكروية تتماشى مع الشغل الفني يعني ازاي يخدم عليه طيب مباراة النجم بقى فنية اه مستوى فني غير الدوري بطولة غير بطولة ودوافع غير الدوافع اه بالاستهداد لها والاعلام حتى مهتم ازاي بهذه المباراة شوف هو طبعا مباراة النجم النجم الساحليه فريق من الفرق القوية واللي لاه اسم في تونس اه بس انا شايف انه الاهلي لو ماشي بنفس سيستم الاداء ده اه مفيش حاجة تقدر توفق قدامه يعني هو مش رايح عشان يلعب على انه يدافع او انه يرجع بنقطة لأ ده هو مية في المية برضو فايلر هيحاول من خلال مباراة النجم انه هو يستغل الدفع اللي موجودة عند اللعيبة في انه هو يحقق انتصار والانتصار ده يبقى مفيد حتى لو هو افريقيا يبقى مفيد محليا يعني عامل زي بالزبط اللعيبة اللي كانوا بيلعبوا في بطولة افريقيا تحت 23 سنة لما خلصنا الدور الاول اللي هو دور التمانية طب هل بقى شوق غريب يريح النجوم ولا يكمل طب يلعب مع جنوب افريقيا بايه في نص النهائي يريح لعيبة لا هو استمر تقريبا بنفس التيم لانه ويمكن ده يفسر لك لرمضان صبحي لما فيلر اراد ان هو يمنحه اجازة بعد طولة امم افريقيا تحت 20 سنة رمضان صبحي اللي عايز يلعب لانه هو عارف اللعيب بيحس بنفسه عايز يفضل رجلي في الملعب اه فهو ما يضمنش هو عايز يستغل نفس الحماسة ونفس الانطلاقة في انه يفيد تمعايا فهي نفس القصة يعني انا ما بحبش افصل قوي بين البطولة المحلية والبطولة الافريقية فيه اختلافات وحاجات تانية لكن انا باتكلم في الاداء لو انت ماشي باداءك المحترم اللي الناس كلها اشادت بيه لغاية دلوقتي يعني من بداية الموسم لا اعتقد ان احنا ان شاء الله نقدر يعني واكيد المستوى الفاني اللي هتاديه هنا هو هتاديه هنا حتى المنافس قدامك لو مش في دوري انت محتاج جهد اكبر لا محتاج جهد اكبر ويمكن بس هو الفرق في المستوى بتاع النجم الساحلي انت لازم هتلعب مع النجم الساحلي يعني مش هقول بحذر يعني ادفاع لا بس انت اما بتلعب مع النجم الاداء شكله هيختلف مش طعمه يعني الطعم الاداء لازم يبقى كويس مزبوط بس انا بتكلم شكل الاداء يعني انك تبقى مؤمن شوية دفاعية هاي بقى لك فلسفة في الماتش ده عن الماتشات الدولة هايبقى مختلف شوية في الجزئية دي يعني الماتش في رادس مش في السوسة ويمكن الاهلي لما لعب الاداته ده رادس زيبتا ع زمان يعني اه لا الاهلي كمال لهم لعب لأ ده المنزة كان المنزة اه كان المنزة بس كانت دايما مباراة الصفاقس ومباراة النجم في النجم ياف صفاقس ياف سوسة هي غاليما كان بتبقى في سوسة لانه هو بلد النجم بزبوط يعني هو النجم الساحلي عشان فيه إصلاحات مكانه اه مكانه في سوسة وملعب صعب جدا يعني انا بشبه ملعب سوسة ده بمباراة الاندية الساحلية عندنا في مصر حضار فيه كذا اه حضار فيه كذا اه سواء المصري او الإسماعيل نفس الأجواء ونفس الشكل الجماهير جميع اقامة المباراة في رادس ماذا تأثيرها على المستوى الفني وعلى المستوى الجماهيري اه بس برضو اه يعني انا انهم يلعبوا في استاد رادس انا في رأيي ان ده افضل للأهلي افضل للأهلي اه اه لان اولا رادس وش الخير دايما على الاهلي لو تتذكر كذا مباراة تكسي الكلمة دي او الجملة دي جمهور ايه واش حاب يسمحها لا بالعكس ليه ليه لانها لكا بتدي ثقة زيادة عن اللازم لا انا مش بدي ثقة زيادة بس انا بقول انه ملعب رادس اه غير زي ما انت قلت غير ملعب في أجواءه ملعب السوسة النجم الساحلي اه معرفش تحس برضو انه اه مدرجاته وشكله العام اقولك حضرت فيه كذا مباراة حضرت فيه مباراة واحد واحد اه انا شفت فيه كذا مباراة يعني اه لكن وجودك في استاد رادس انا شايف انه افضل سيبك من انه هو اه وش الخير او اه التفاقل كمالعب كمالعب كمدرجات انا بحس انه هو وحيبقى برضو بالنسبة للنجم الساحلي انه مش بيلعب في ملعبه يعني انا هتلاقي ممكن تلاقي فيه جماهير اخرى موجودة ممكن تحضر المباراة بالضبط وتشجعك حتى سفر الجماهير من سوسة الرادس بصفة بعيدة هي مش او يعني مية وعشرين كيلو او حاجة مية وعشرين وخمسين كيلو اه 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 بس اه لا انا بتكلم على انه مش احساس انه هو بيلعب في ملعبه تمام يعني زي مثلا المصري الاسماعيلي الاتحاد لما يلعب في برج العرب او في برج العرب اه بالضبط او في استاد السويس يعني انتو الاثنين منتقلين تلعبوا في الملعب ده مزبوط فيعني قد يكون له بعض التأثير لكن في النهاية برضو انت مستعد تلعب معهم هنا او هنا هنا او هنا اه ملايش حل انت هتعمل ايه الملعب اللي يقولوا عليها تلعب فيه هي الميزة بس ان الاهل في سوسة واحنا طبعا قبل اي مباراة كبيرة ممكن نعمل تقارير عن التاريخ والاحصائيات في سوسة الاهل مكانش بيكسب يعني درو سفر سفر مش عايز اقولها انا مش عايز اقولها مش عايز اقولها يعني لانه ده حقيق حتة معانوية اه اه عشان كده انا بقولك مجرد عدم اللعب عدم اللعب في سوسة حلو ده في حد ذاته بالنسبة لك اه يعني بيديك شوية بيديك شوية امل ان انت تقدر تلعب بشكل افضل بحظوظ افضل فأنا تمنى ده بإذن الله طبعا للنادي الأهلي طيب أنا معايا خبر مهم جدا زملائي في الإعداد بيبلغون به أن نادي النجم الساحلي طلب تكريم رمضان صبحي على هامش مباراة النجم والأهلي في الجولة الأولى من دور أبطال إفريقيا وكابتن سارد الحفيز مدير الكرة رحب بهذه الفكرة وبهذا التكريم وده شيء طيب ولفتة طيبة جدا من إدارة نادي النجم ومنح كمان درع نادي النجم الساحلي لنادي الأهلي ولعبه كمان رمضان صبحي وده هيكون على ملعب الجامعة التونسية غدا في التدريب الثاني لفريق النادي الأهلي في تونس وده تكريم وإطار في العلاقات الطيبة اللي بتجمع بين النادي الأهلي والنجم الساحلي وكمان ققيمة رمضان صبحي ككابتل المنتخب الأولمبي واللي موجود في النادي الأهلي بعد التأهل الأولمبيات تقول أن المنتخب المصري هو المنتخب العربي الوحيد اللي تأهل من القرى الإفريقية فدي لفتة طيبة جدا وهذه المواقف بتدي كده شعور إيجابي قبل أي مباراة كبيرة أن الجماهير في الملعب هتبقى الأمور هادية ويبقى فيه تشجيع مثالي وفيه احترام من كل الطرفين لبعضهما البعض في هذه المباراة لفتة طيبة وممتازة والشابوب جد لنادي النجم على هذه الفكرة وإن شاء الله بإذن الله تكون لها صدق إيجابي جدا على جماهير الأندية المصرية والتونسية في المرحلة اللي جاية طبعا تصرف أكثر من رائع ومعتاد على فكرة من سواء من نادي النجم السحلي أو عموما الجماهير التونسية والمسؤولين في تونس يعني إحنا من كتر ما روحنا تونس ومن كتر ما هم جم فالعلاقات أكثر من رائعة حتى الجماهير نفسها بقيت فيه صدقات وزماء خلالا أنا شايف فيها أي حساسيات خالص الحمد لله مع تونس ومع المغرب ومع الجزائر يعني دول شمال أفريقيا اللي بيخلينا بس نبقى شوية حماسيين أثناء المباراة التسعين دقيقة إنما بعد كده أو بعد ما المباراة بتنتهي ما بيبقاش فيه أي رواسب لكده وبنشكرهم طبعا جدا على اللافتة الطيبة لتكريم رمضان صبحي وزي ما أنت قلت باعتبار أنه المنتخب المصري هو المنتخب العربي الوحيد في القرى المشارك في توكيو اللافتة طيبة ولافتة ممتازة جدا دايما علاقات النادي الأهل بالعندية التونسية ممتازة سواء الصفاقسي النجم الساحلي حتى من فترة رائبة كنا شايفين وسمعين أنه كان فيه حتى توفق ما بين إدارة الناديين على إنهاء صفقة موضوع سليمان كوليبالي والتواصل اللي تم بين إدارة الناديين علاقات متميزة جدا وحتى في وقت سابق لما كان الأهل بلعب مع النجم وكان ساعة أنا أفكر في وقتها كان دكتور جلال كريف فكان نعيب رئيس النادي كان بيرحب بشكل كبير جدا بالنادي الأهل ما بيوصل صوصة وبيلعب في تونس لا دايما العلاقات ممتازة وكمان في السابق لسيد عثمان جنيح رئيس نادي النجم السابق طول عمر العلاقات متميزة مع رعا سيد نادي الأهل السابقين صحيح طول عمر العلاقات متميزة بين أندي التونس وخاصة في الوقت الحالي أو في كلامنا اللي نادي النجم الساحلي مع النادي الأهل ده حقيقي ها وبعين شيء هي لفتة رائعة كمان يعني كان ممكن أنهما ما يعملوهاش يعني ما فيش حاجة بالظبط تفرض عليهم ده حدث يهمنا احنا بس اللي هو تقاعدل رمضان والتقاعدل وكده لكن كونهم يفكروا في كده فدي حاجة جميلة احنا بنشكرهم عليها جدا والعلاقة مع التونسة ممتازة علاقة أزالية وتاريخية مع دول الشمال الأفريقية الحمد لله وكان النادي الأهلي ليه دور في ده لأن في بطولة إفريقيا الأندية الفترة الأخيرة النادي الأهلي بيضيف دائم على تونس والمغرب والجزائر فبقيت العلاقات على أعلى ما يقول وإحنا دايما بنتكلم على أنه الرياضة هي فرصة للتقارب فرصة للتقارب وأن الرياضين دول سفراء أهم حاجة للعلاقات لأنه في الأول النهاردة أنت هتكسبه النهاردة هيكسبك النهاردة هيحصل هتتبادله ده فيما بعد يعني أصلا نتائج المباريات واللقاءات الرياضية مش هي الرقم واحد يعني يعني اللي كويس واللي يقدر يعني يحسم المباراة لصالحه وحلال عليه يعني أكيد طيب على مستوى النتائج يا أستاذ جمال الفترة الأخيرة النادي الأهلي ونجم السحر تعادل في تونس أو خسارة بهدف لكن النادي الأهلي في آخر مباراة مع النكم السحلة في برج العرب عمل نتيجة كبيرة جدا فاز بستة أهداف هل هذه النتيجة ممكن تكون لها تأثير أو تسمع حتى مع الجماهير والإعلام في مباراة يوم الجمعة شوف أنا يعني التاريخ حلو بس الحاضر مهم يعني التاريخ كويس تاخد منه أرقام وتاخد منه الأشياء اللي هي تديك تديك انطباع انطباع وتديك دفعة معنوية كويسة يعني مباراة زي دي تديلك ثقة بس في نفس الوقت لابد أنت ده ما يغطيش على استعداداتك للمباراة ودراسة نقطة القوة ضعف فريق النجم في هذه المباراة وأداء اللعيبة هو اللي هيحسم ده هو ده اللي هيعزز ان احنا متفوقين أو غير متفوقين فإن شاء الله ربنا يوفق يعني تبقى نتيجة فوز بإذن الله مرضية بالنسبة لنا ده ربطالي إفريقيا السنة دي صعب جدا والأندال موجودة والمباراة يعني الجولة الأولى لو أستعرض معاكم التمن مباراة في الجولة أول غصص الأنجولي مع زيسكو الزمبي مازمبي مع الزمالك النجم السحلي مع الأهل الهلال السوداني مع بلاتينيون بطل زنبابوي اتحاد العاصمة مع الوداد المغربي ديربي سانداونز مع بيترو أتليتكو الرضاء مع الترجي شابت القبال مع فيتا كلاب مباراة صعبة مباراة تقوية شايفي البداية والانطلاق إزاي وأتكلم في مباراة يعني النجم والأهلي والرجاء والترجي والتحاد العاصمة والوداد دول تلت مباراة كلاسيكو ديربيات العربية كله صعب ما بقاش عندك مباراة حتى لو تفتكر زيسكو ده ما كانش من كام سنة موجود على الخريطة خلاص بقى من الأندية الكبرى متواجد على طول وممكن يحرج الأندية الكبيرة فأنت ما عندكش بدائل ولذلك أنا لما بيقولوا أنت عندك في المجموعة القرعة جابت لك فلان وفلان وفلان أنا ما بتفرقش معي أنا أهم حاجة عندي أكسب أهم حاجة فرقيت أنا مش مستوى الآخرين أنت لو مستوى كويس ومستعد كويس خلاص هتكسب أي حد لأن أنت حتى لو ما قابلتوش في هذا الدور أنا دور التانية هتواجه صعوبات أكبر في الأدوار القادمة اللي عايز يفوز بالبطولة يبقى جاهز سعيد وحلق بزرط كده ويعني كما تعلمه وكما يعلم الجميع الأهل لا يشارك غير وهو حطت في اعتباره البطولة البطولة أو الكاس فبالنسبة له لا خيار يعني هتلعب مع داي أنا هتلعب مع داي مستعد له أو مستعد له بس طيب الدوري العام والدوري هدخل منه في جزئية مهمة متعلقة بالموعيد اللي جاية بس الأول عايز أتكلم عن الدوري تبعت المباريات الدوري بعد الاستنافل الأسبوع السادس شايف المستوى الفن إزاي من اللي استفاد من التوقف من اللي اتضر من التوقف الأندية اللي عملت خمس ست مباريات ومعصر إعداد في فترة خمسين يوم استفادت ولا انضرت يعني شايف الفرق التفاوت اللي حصل والمستويات والنتاج حتى اللي تمت هذه اللحظة وفي عندها لعبة ماتشات كتير وما استفادتش وفي عندها ما لعبتش أو لعبة مباراة أو عملت معسكر ترفيه زي الأهلي واستفادت الزمالك طبعا راجع الشكل العام التجانس بتاع الفريق مش موجود واخبالك أنا بحس أنه يعني على ضوء المباراة مبارح أن الفريق بيلعب فردي أكتر منه جماعي بعكس أداء النادي الأهلي صراحة أنا بتكلم على الناحية الفنية آه عن ناحية الفنية ما بقولش ده أحسن من ده بس أنا بقول التنفيذ على أرض الملعب ده أداء جماعي فرغم تقلق بعض الأفراد إنما هذا التقلق مش جاي من فراغ يعني وليد سليمان في الثلاث أهداف الأحراز وما كانش لوحده فيه ضغط عليه لا فيه ضغط وفيه لعبة بتجري وبتفتح على الجنبين يعني حتى لو هو بيتابع إنما نتاج لعمل جماعي اللي أنا شفته في أداء الزمالك شوية يميل للفردية ما فيش تواصل بين الخطوط بعكس ما هو في النادي الأهلي تحس إن فيه نسجام بين الخطوط وتفاهم بين اللعيبة مسألة برضو مين استفاد أو مين ما استفادش للأسف الشديد أغلب الأندية في الدور المصري لا تستفيد من لو عملتلوس أنا فترة توقف أما كلمة جد بيدليل يعني طب ما هو بيبقى عنده فترة الإعداد الرئيسية وبعد كده بيرجع عادي برضو يعني فيه حاجة نقصة فيه حاجة نقصة فكرة جديد بص ما فيش الإسماعيلي ليه بياخد الدوري كل فترة طويلة جدا نقدر بنهنيهم على الفوز على الجزيرة الإمارات طبعا بنهنيهم البطولة عربية ليه بقى ما بيكسبوش الدوري غير كل عشر اتناشر خمستاشر سنة لأنه هم ما بيتكونش جميع عوامل البطولة غير كل فترة زي كده اللي هي إدارة لعيبة على مستوى جهاز فني جهاز فني على مستوى زي ما آخر مرة لهم كانت مع مين كابتن محسن صالح ده في بداية الألفية الثالثة مسم 2001 و 2002 بالضبط اللي هي كان فيها المباراة الشهيرة مع الهائل أربعة أربعة وهي واحدة من أعظم مباراة الكرة المصري لأن فيه طرفين أقوية عندهم نفس القوة عندهم نفس القوة عندهم نفس الرغبة في الفوز كمان برضو النقطة المهمة جدا اللي هو طوافر أن الفرقة دي أنا بطلب منها أنها تكسب الدوري أعتقد أن فيه فرق كتير ما بتطلبش من لعبتها تلعب على الفوز بالدوري يعني لو تسأل كده يعني لأ تسأل مسؤولين في الأندية عموما عمر بحد فيهم يعفوا مع كل الاحترام فيش حد بيجرؤ أو يسعى لا يجرؤ أنه هو أنت بحاول تحسنه أنا بحاول أزبطه شوي لا لأ أنا أقصد الكلمة أنا أقصد إيه مفيش حد طموح ولا طماع شوف أنا بقول إيه زي السترسيتي كده مثلاً آه إنه لا أنا بلعب السنة دي شناخد الدوري لأ كله يقول لك هنبقى في المربع الزهبي طب ليه يعني زي ما أنت أمش أزعل ده منك لا بالعكس هم عارفين كويس أنا قصدي في الموضوع ده كويس إنه أنا إيه نفسي ألاقي ده رغم إنه ده يعني مش هيبقى مريحني نفسياً صح أو لا لكن نفسي شوف ده يعني زي ما شوفنا كده الإسماعيلي قدام الأهلي في البطولة بتاعت 2001-2002 ماشي له هو فريق لا بيهددك فعلاً يعني فهم قصدي يعني أولاً بيطلع ماتشات حلو ثانياً يا سيدي مرة ما أنت شو ساخد الدوري كنت ساناً يعني بوريني مرة لازم تريح أنت ساناً ماشي زي ما بيحصل ساناً أو سنتين مثلاً ومعين بعد كده بتاخد سبع تمانية كده يعني تمام لكن شايف الدوري لسه بدري على التقييم ولا واضح أن الرؤية واضحة لا هو لسه بدري أو ده أنت السنة اللي فاتت كنا لغاية في الهبوط آه لا في الهبوط لا لسه أنا بتكلم على تقييم المسابقة يعني المنافسة القوة لا لغاية دلوقتي لغاية دلوقتي المنافسة أولاً هو ما تلعبش فترة طويلة يعني بس فيه يعني لأ فيه فيه أداء قوي وفيه محاولات وكل حاجة بس تقول بقى مين اللي هيكسب مين اللي هينزل لسه بدري قوي وبقى إن النادي الأهلي للموسم اللي فاته ده مثل رهيب رهيب ها إنك تفضل تحلم هو شوء بس الناس لا 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 إنك تفضل تحلم وتحاول تحقق حلمك لغاية آخر لحظة يعني يعني زي ما بيقولوا الآلي مش بتاع ماتشات بتاع بطلات بتاع بطلات ها يعني مش بيلعب عشان مثلاً النهاردة كسب الماتش ده خلاص أنا الأول أنا كذا لا هو آه بيلعب عشان يبقى الأول خلى الحلم متاح للجميع لكن قالك أنا بتاع الواقع صح كده بالضبط كده تمام طيب موعد الدوري بقى ده جزء مهم جداً هنتكلم عليه وإحنا بنتكلم على البطولة واستمراريتها تمام بالنسبة للمرحلة الجاية صاح جمال لغاية اللحظة دي وحرق طبعاً بالتأكيد بيتابع هذه الجزئية ومسؤولة عن القسم الرياضي في مؤسسة أخبار اليوم تمام ولينا زملائي صحفين بيغطوا اتحاد الكوروة لغاية اللحظة دي محدش فيهم الجاب أو الاتحاد أعلن الجدول بالنسبة للمرحلة الجاية الاتحاد الأفريقي غير الأجندة بسبب كاسم الأفريقية للمحليين وتغير معادها من يناير وفبرايل لشهر إبريل فبالتالي غير مواعيد دورة أبطال أفريقيا وده صعب يعني ده لما بيحصل ده استحالة يحصل في أي قرب في الدنيا لأنك انت مش بتغير مباراة ده انت غيرت من الجولر للربعة لغاية المباراة النهائية فانت غيرت الرزنامو كلها وهتأثر وعلى فكرة ما كانش بيحصل أيام عيسى حياته خالص ما عليشش بقى يعني خلينا واقعين كان البطولات الأفريقية موعدها منتظمة احنا اللي ما كناش مزبوطين مع أجندة الأفريقية تمام يعني كنا ساعات احنا نبقى موعدنا غير هم حاولوا ان هم يزبطوا الموعد وعشان كده كان فيه الموسم اللي فات أعتقد فيه تداخل احنا قلنا ده بشكل مؤقت مزبوط انه فيه بطولتين دوري أبطال أفريقيا وبطولتين تلعبوا في سنة واحدة تلعبوا في سنة واحدة بزبط بس قلنا ان ده هيزبط اما تعرضها مع موعد بطولة الأفريقية الأمم الأفريقية المحليين فأنا ضد ده هو كمان غير معادها مش مفهوم ليه ما هو يعني كتفينار وفبراير وحط جدوى الأندية على كده طب خلاص أنا ضد بقى فجأة خلاف إبريل وانا ضد انك تغير ليه؟ لأن البطولة أساساً آآ بطولة كويسة وكل حاجة بس برضو ما تبرجلش ما تلخبطش كل مسابقات لأنني تبقى لوحدك على فكرة برجلت كل دوريات الفرق الأندية التانية هتلاقي دول التانية بالزبط هتلاقي فأنت ليه بتعمل مشكلة يعني حد يدينا مبرر مقنع يقول لنا طب أنا عمله كده ليه؟ طب بالمفايدة ده كاسمه أفريقيا للكبار للكاميرون 2021 مش المفروض ما عادة في شهر 6 و7 زي ما تلعبت في مصر بنسبة 99% تبقى في ينار وفبراير هنرجع تاني للمعادة القديم طب ليه؟ ما هو التخبط انت عامل بطولة اللي فاتت في شهر 6 لأن كان فيه دراسة لده عشان الأندية في أوقا لا وغير كده كمان عشان حصل دروب فيه تنظيم بالنسبة للكاميرون مظبوط ترجع تاني تغير طب ما انت تثبت على حاجة معينة عشان ما احنا كده بقى ده تقريبا بتوع لاجمت المسابقات هما اللي بيحطوا الجداول بتاع أفريقيا ده هما عندهم قزمة كبيرة ده هما الأول آدم أنا عارف طبعا آه آه بالزبط بس أول مرة دي هما بصراحة ملهمش زم هما ملهمش زم بس في نقطة بقى الاتحادات في شمال أفريقيا عاملت جدول لغاية نهاية المسيب فلما الاتحاد الأفريقي غير حصلت مشكلة انت هنا في مصر مش بتعمل ده انت هنا في مصر انت رد فعل مش فعل بمعنى ان الاتحاد الأفريق هايغير اه امعاك واعدل هتغير انت كمان فهتغير ده انت أصلا ما عملتش ده انت ما عملتش عشان مستنين الاتحاد الأفريقي يغير طب هما كانوا هاله هما كانوا حاسين ان ده يحصل كانت معلومات لكن أنا شايف أنه هو بصراحة لجنة المسابقات المصرية في الحالة دي يعني مجبرة لو الاتحاد الأفريقي عمل كده ما هو خلي بالك أنت تبع الاتحاد الأفريقي بس أنا بتكلم هنا كلامي للاتحاد الأفريقي أنه هو يحاول أنه هو يقلل شوية ضغوط على الاتحادات الوطنية بسبب التعديلات الكتير دي طبعا لازم يبقى أنت عندك سيستم وعندك نظام معين ماشي عليه يعني طيب التعديلات دي هتكبر الاتحاد المصر والمسابقات على تعديل في المباريات اللي لسه أصلا ما تعملتش ودي بقى جوزيانة مش فهمها لغاية اللحظة دي يعني الاتحاد الأفريقي عمل أوراة الكونفادرالية والاتحاد المصر لك هنعلم بعد الأوراة والأوراة عملت وما لسه ما طلعتش البتاع قالك بعد ما غير كاسوب أفريقي المحليين وتغير المعاد والاتحاد لسه ما طلعش الأهلي النهاردة في تونس عنده مباراهم الجمعة عنده مباراهم الثلاث في الكاس هيرجع عنده مباراهم الجمعة ونالي للسوداني في طولة أفريقي بعد كده هيعمل ايه؟ حدش عارف ده كلام ده مثلا هقولك أبسط الأمور بسيحنا مش هنخترع هل ده موجود في أوروبا؟ استحالة هل ده موجود في آسيا؟ مش في المغرب موجود في آسيا؟ لا طيب ما هو احنا لازم الاتحاد الأفريقي انت عايزين ننهض بالكرة الأفريقية وهي الكرة الأفريقية بتطلع فلتات وبتطلع لعيبة بس بتطلع اللعيبة دول وبتطلع الفلتات دي في وسط الفوضى دي فما بالك لو الدنيا الزبطت لو الدنيا الزبطت هتطلع أفضل الناتج هيبقى أفضل يعني فأنا شايف انه لابد من الاستقرار على الأمور دي واخبالك عشان الجهاز الفني حط برنامج حتى يشتغل عليه ما هي الأجهزة الفنية هنا ماشية يعني أنا بتهالي المداربين الأجانب اللي بيجوا احنا متعودين مع أن معذورين برضا يعني المداربين الوطنيين الله يكون فعونهم في الجو ده جمع إيه الحق إيه عمل مش كانت فيه أزمة في دوري القسم التاني بسبب الموضوع ده بين الزرق وسراميكا وسراميكا الراجل المشى الفرق السيد سامير هو الرئيس النادي سامير موسى سامير موسى وبعين قالوا له لا ده انت تعالى تلعب بكرة ما ينفعش يا جماعة الكلام ده ما ينفعش والأولاء وفرقة سراميكا راحة الملعب ونزل طب فين والحق تنكر موجودين ما ينفعش الكلام ده يعني ده اسمه تخبط وبعدين بيخلق مشاكل وبيخلق قضايا وأزمات انت في حل عنها يعني في حل انك تقع فيها يعني طيب الاتحاد الافريق يحدد المواعيد خلاص وقدامنا المواعيد دلوقتي محطوطة اهي اه 29-11 يعني ماشى اللي في دماغه رغم الكلام بتاعنا اه خلاص ماشى ده الاتحاد الافريق ستة اتناشر سبعة واشين اتناشر الجولة التالتة بعد كده الجولة الرابعة 11 يناير الجولة الخمسة 25 يناير الجولة الستة 31 يناير 1 فبراير اه فبالتالي انت عندك مساحات زمنية او استاذ جمال تحط من بين هذه المواعيد اه مباراة الدور المحلي بالزبط لو انت حطيت الفراغات اللي انا عرضتها حتى في فقرة الانترو انا بتكلم في المواعيد المخترحة اللي تقالت سواء في 12 او في يناير او فبراير او مارس ويبريل اللي فيهم مساحة زمنية اه ممكن يتعامل فيهم مساحة الدور كويسة لان ما فيش ما تشط افريقيا في الفترة دي عشان كسبوا افريقيا للمحليين تمام لو الدوري ماشي بالشكل ده الدوري الاول هينتهي على الاسبوع الاخير من فبراير اول مارس مم ودي طبعا مساحة بعيدة قوي طبعا الدوري التاني مم بحدة اقصى الاسبوع الاخير من شهر ستة اه بشرط ان ما يتأجلش شوت واحد مش هقول مباراة واحدة اه شوت واحد اه لو حصل تاجيل لأي شوت او اي مباراة من المباريات انت رايح لبعد اولمبياد توكيو طبعا انتو كتبين حاجة جميلة اول ازمة معتادة ازمة معتادة هاتمش بني اولا هو الدوري المصري يعني انتهي قبل بداية شهر يوليو اه لمن دورة توكيو كمان فيه قيد وفيه لا بس هو وفيه كمان كابتن شاوه غريبي المفروض ليه تابت اسابيع قبل دورة توكيو تمام هو افضل تعليق هنا هو العيني جات على ازمة معتادة اللي المحتوضة اللي احنا عندنا ما بقولك ماشية يعني لاجنة المسابقات المصرية مجبرة على ان هي يعني خلاص الاتحاد الافريقي حط المواعيد اللي هو عايزها وتشتغل انت بقى يعمل بقى بناء على الخطوط العريضة اللي عملوها مضطر وبقى ان بقى مش بقى لاجنة المسابقات اللي هتشيل ده اللي هيشيل الاندية اللي هيشيل الضغط ده كله او هيتحمل حجم المطشاط طبعا هيتحمل الضغوط دي كلها مين الاندية نفسها المصرية وخصوصا الاندية اللي بتشارك افريقيا يعني دي مصيبة لان الدوري المصري بيتلاعب وهم هيلعبوا كمان مباريات افريقية فحيبقى فيه استنزاف للجهود بتاعة اللعيبة ده ست مباريات دور المجموعات هيتلاعبوا في شهرين اه ما انا بقولك يعني منهم تلات مباريات خارج مصر صعب يعني فيه مباريات دوري اه يعني حتبقى يعني عايز اقول انه استهلاك كامل لكل القوة ومن هنا بقى ده بيلقي طبعا باعباء كتير جدا على المديرين الفنيين وفي مقدمتهم فيلش انه هو لازم يواجه ده ازاي يا اما بالتدوير بحيث انه يبقى مش كل اللعيبة مجادة او كده يعني لكن هي صعوبات بتلقى عارف في امام الفرق المصرية او امام فرق الاندية تمام دي بالنسبة للاندية طيب اطرح موضوع تاني بقى طيب كل هزاي التوقفات وكل هزاي الموعيد قلناها لو الدورة يخلص تلاتين ستة او اول اسبوع خير من شار ستة تمام ومحطناش في الحسبان لا كاس مصر تمام ولا السوبر كل سنة احنا بندور يعيني الكاس مصر ده ولا السوبر اه يعني السوبر المسلم المنتهي اه لسه متحطش معاده في سبب هزي الموعيد اه والمنتخب القلومبي مش محطوط لسه اي حاجة لسه اي حاجة طب لو الحاجات دي اتحط لها فراغات كده ايه اللي ممكن يحصل او الكابتن شاوي غريب لو ما عندوش اي مساحة تشتغل غير الاجندة الدولية بتاعت من 23 مارس لاول ابريد الاجندة المنتخب اه يؤسفني اقولك انه كل الناس هتضطر تشتغل بناء على الرؤية الافريقية دي رؤية الاتحاد الافريقي يعني حتى الكابتن شاوي غريب حتى جميع المدربين المنتخبات ولا غير ويعني هيشتغلوا على هزا الاساس وانت مقدمكش حل تاني دا لو طلب ياخد اسبوع من كل شهر المنتخب اللون بي الدورة مش هيخلص بالزبط من اقولك فيها صعوبات شديدة بس انا ابشرك ان الدورة هيخلص برضه زي كل سنة يعني كل سنة انت بتمر بمشاكل مشابهة واخبالك اغلبها خاص برضه بالموعيد والزحام الجداول يعني انت قبل كده كان العيب عندنا احنا انك احنا كنا دايما نقول لهم يا جماعة شوفوا مواعيد البطولات الافريقية وسكن على اساسها مواعيد الدوري وده اللي هيحصل المرة دي وما تقرب هو ده اللي هيحصل المرة دي وكان بيحصل قبل كده على فكرة بس هو المرة دي يمكن عشان التعديل اللي حاجتك اشارت اليه فده بيزود المشكلة شوية يعني يزود المشكلة لكن هو طبيعي جدا انه لازم هتلتزم بجدول الخاص بالاتحاد الافريقي يعني التعديلات اللي عملها الاتحاد الافريقي هم عملوا تعديلاتهم خلاص انت تتصرف للأسف طيق مش ده بيتعرض مع الكلام الجميل والزريف اللي تقال في بداية المسابقة لما عملنا مؤتمر صحف شيك وجبنا القرعة كنت انا بين معاك واتكلمنا وجبنا اربع نجوم وقلنا ان هو شيك وجبنا اربع نجوم في صحب القرعة وعملنا شكل وكنا بنسحب شتا دوري ابطال اوروبا بالزبط وقلنا هنعمل جدوى للدوري من اول يوم لغاية اخر ماتش في الدوري احلام احنا لغاية اللحظة دي احلام لسه ما وصلناش لمرحلة الحج عامر حسين ده الحج عامر كان مجهز اصلا لا اقولك ايه الحج عامر حسين ده والله ربنا يمسيه الخير عبقري هو كان جاهز لا اعرف اللي هو جاهز لكل المفاجآت وما كانش عجب من برضه يعني كان الناس تطلعت ده كان بيعلن الجدول ومستني المفاجآت بس كان بيعلن الجدول لا بس هو وهو بيحط الجدول كان عارف يقولك حيرفضوا دي فانا اوديها في يوم كذا دلوقتي سواء رفضوا ما رفضوش اصلا انت مش معك جدول مش ممكن لا يعني بجد وضعية صعبة جدا بس للأسف ان انت بقولك مضطر انك هتوافق ومضطر انك تعمل جدولك بناء عليها وخلي بالك الاتحاد الافريقي عدل ما يهموش بقى المدربين يعملوا ايه ولا الاتحادات الوطنية ولا الاتحادات اللي عاملة دوريات عندها ولا الاتحادات والاتحادات هتعمل ايه بقى؟ هتعمل نفس الاسلوب هتروح حطة اولالك بالبلدي هترزع شوية جداول اه لا هيعملوا شوية جداول والأنديها هي اللي تتصرف وكذا هو ده قدر الأنديها ده قدرهم يعني طيب اخر سؤال وهو مباراة نهاية افريقيا تتوقع مباراة النهاية تبقى فيه الاتحاد الافريقي والمكتب التنفيذي كان فيه ترشيح لأطل الملعب السادة القاهرة الدولي نهاية دورة ابطال افريقي مباراة نهاية في ملعب واحد من ذهاب وإياه السادة القاهرة مرشح ملعب مركب محمد الخامس في كازابلانكا مرشح السادة سوكر سيتي في ساوس افريكا جنوب افريقيا مرشح السادة الخارطوم في السودان السادة لبروفيل عمر بنجو في الجابون مرشح تتوقع ممكن اي من الملعب الخامسة يكون مرشح لا هو اكيد اختيار او ترشيح الملعب الخامسة بناء على امكانيات او مواصفات معينة صح يعني مش هيبقوا مرشحين الملعب دي الا بمواصفات معينة كون بقى هتتلاعب فين المباراة النهاية اولا هي فكرة كويسة انه تبقى مباراة واحدة تمام من وجهة نظري تمام ليه بقى عشان قصة الزياب والقياب دي كان بتعمل هي مباراة واحدة والاجدر هو اللي يكسب البطولة مظبوط فانا اتمنى يعني اختيار طبعا الملعب الافضل في الوقت اللي هيتم في اقامة المباراة هل تتوقع ما بين استاد القاهرة واستاد محمد الخامس؟ اه ليه لا استاد القاهرة اولا كمنشأة يصلح في كل وقت بالامانة بعد المستوى التعديلات اللي حصلت ويمكن احنا شفناه يعني في الفترة الاخيرة استدف نهايين جاس أمم كبار و23 سنة واصبح على مستوى فعلا هو طبعا زو تاريخ وكل حاجة بس المستوى نفسه تطور جديد بمنتغل باصبح يعني جميل جدا فيبقى طبعا اسم كبير يعني الاستاد ويصلح لاستضافة احنا بنقول نهاية اوروبا مش نهاية افريقيا متفاعل الجدول يعلن خلال ساعات ولا يا رب دعوتك ما هو هتقول يا رب هتلاقي كل عاجة مش تلعت ان شاء الله خير شكرا أستاذ جمال بشكرك شرفتني ونورتني ودائما نلتقي بك على خير شكرا وانا سعيد بوجوده معك الله يخليك أستاذ جمال فقرة كانت مهمة جدا مع الاعلام والنقد الرياضي في الاستاذ جمال الزهيري الكاتب الصحفي الكبير ورئيس القسم الرياضي في مؤسسة اخبار اليوم والحديث عن القرى المصرية النادي الاهلي المشوار المحلي في الدوري العام بطولة افريقيا مباراة النجم الساحلي التعديلات الاخيرة على جدول الدوري موسم متى سينتهي الدوري الاول هل في مارس الدوري هل سينتهي في تلاتين ستة كل هذه الامور بالتأكيد عن تبعها ويكون فيه متابعة مهمة جدا بالنسبة للمرحلة اللي جاية لكن بعد الفاصل زميل العزيز عمر ربيع ياسين وفيه ديافة الأستاذ محمد الطويلة رئيس نادي نجوم المستقبل وحديث مهم جدا أو رئيس نادي النجوم ده بالمسمى أو التعديل الجديد في ديافة زميل العزيز عمر ربيع ياسين لكن بعد الفاصل وإن شاء الله ألتقي بكم على خير في حلقات أخرى قادمة من برنامج الاهلي الليلة اشتركوا في القناة